اشتركوا في القناة الموقع العربية أيضا من كل حد بأنه صوب بيكون بهذه التغطية الخاصة عن الأوضاع في تونس ربما الحدث الأبرز حاليا اللي هو أنه السعودية استقبلت الرئيس زين العابدين بن علي وأيضا ما زلنا في مسألة إشكالية التسمية سواء متنحة أو مقال إلى ما دون ذلك بغض النظر عن التسميات كيف العربية إذن واكب هذه التطورات؟ العربية طبعا واكبت الأحداث التونسية من الأسبوع الماضي كانت من أول ما بدأت لكن كانت تركزت خلال الأيام الماضية وخصوصا يوم الخميس ظهر لنا جليا يوم الخميس بعد خطاب الرئيس أنه ربما يكون الخطاب الأخير من طريقة الرئيس من صوته كأنه خطاب الوداع كأنه خطاب الوداع فبدأنا فعلا الاستعداد لما هو آت طبعا من زوايا كثيرة بدأنا يعني من زوايا كثيرة قطينا للجانب التونسي لنا مراسلة الزميلة أمالي الهلالي ولكنها كانت تواجه صعوبات خلال الأيام في الأسبوع الماضي وما في القبل وخلال زروة الأحداث كونها أولا مراسلة للعربية نت العربية نت كان موقعا محجوبا في تونس إلى وقت قريب وكانت يعني تعامل معاملة ليست جيدة وكانت يجري تحذيرها من نقل أي أخبار أو أي تقارير لكنها كانت تستطيع إيصال المعلومات لنا في وقتها الزميلة أمالي الهلالي استطاعت أن تؤسس لنا شبكة من الصحفيين أو المواطنين اللي هم الصحفيين الهواء كانوا ينقلون لنا المعلومة أولا بأول طوال الأيام الماضية خاصة الأيام الزر والأيام الأخيرة السلساء والأربعاء والخميس فكنا فعلا على بينك كاملة بالوضع الذي يجري في تونس كما لو كان الموقع بذاته بالضبط يعني كانت فيديوهات تصل إلينا فيديوهات خاصة تصل إلى الزميلة أمام الهلالي كانت يعني كنا نحن انفردنا تقريبا بالحديث محمد صخر ماطري الرجل الأول اللي يعتقد أنه يعني السبب فيه سخوط الرئيس صهر الرئيس كنا انفردنا بالحديث الذي يقول أنه لم يفر إلى كندا انفردت بيلة عربية أيضا كان فيديو حصلت عليه الزميلة طبعا هو فيديو كان على فيسبوك لكن كان وصل مبكرا للزميلة ونحن بسناه من خلال الموقع ومن خلال القناة العربية طبعا يعني منذ الإعلان عن مغادرة زين العبدين بالعلي تونس والأخبار تتوالى حول مكان وجود أقاربه وهل غادر أم لم يغادر ولا أين توجهه أكيد يعني اهتميت أيضا بخبر بينفي على الأقل اعتقاد الماطري ويعلن له طبعا صهر الرئيس التونسي وبيعلن توجهه إلى دبي عادة بيكون في تنسيق ما بينكم بين العربيانات وتلفزيون العربية شاشة العربية ومركز الأخبار فيما يتعلق بمثل هذه الأخبار التي تتوالى يعني اتباعا بالنسبة لطبعا التركيز هو دائم لكن في أحداث تونس كانت تركيز أساسي وجوهري يعني مع القناة وكنا أي أخبار نحصل عليها يبدأ التنسيق مع القناة قبل أن نبسها على الموقع أولا لي للتأكد من كثير من الأخبار في هذه الظروف تصبح كثير من الأخبار في حاجة إلى التأكد في كثير من الأخبار لا بد من توسيقها منها خبر يعني خبر مغادرة أسرة الرئيس مغادرة محمد صاخر الماطري لوجود السيدة الأولى السيدة ليلى ترابلسي هل هي كانت إلى أن خرج الرئيس أمس في تونس هل هي كما قيل موجودة في الإمارات أو في أي مكان آخر يعني كان هناك تنسيق كامل مع القناة طبعا كنا مع القناة أيضا مجرد تم بس على الموقع أن محمد صاخر الماطري لا يزال موجود في تونس أو استطاع أقصد استطاع الخروج من تونس نقلت كثير من حتى وكالة رويترز نقلت عن الموقع هذا الخبر الموقع كان فيها بس هذا الخبر متناسك تماما مع القناة شكرا جزيلا إلك فراج إسماعيل مدير تحرير العربية نات ستكون هنا وقفة أخرى معك في ساعتنا الثانية للوقوف أيضا على المزيد من الأخبار وتغطية العربية نات لأحدث تونس شكرا